أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركيا للشيخ أن ملعب جامعة الملك السعود ملعب نادي الهلال سيكون جاهزاً لاستقبال المباريات في الأول من ديسمبر وكتب أل الشيخ تقريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً جامعة الملك السعود جاري تغيير أرضية الملعب وينتهي في الأول من ديسمبر كما أكد أل الشيخ أن شبكات الرأي والتصريف ستقوم بالصيانة وتجهيز ثمانية ملعب أخرى خلال هذا العام